اشتركوا في القناة وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم أن الإجراءات أقرها المجلس الوزرية المنعقد أمس والذي أوكل استئنسا بتوصيات اللجنة العلمية بتاريخ التاسع والحادي عشر من جنف الجاري للسلطات الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار منع الجولان على أن تتم مراجعة مدة تطبيق الإجراءات من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي وشدد المجلس الوزري على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتجديد مراقبة تنفيذها وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة والتي يتم نشرها اتباعا من قبل القطاعات فضلا عن تشديد مراقبة جواز التلقيحة كما شجع الاعتماد آلية العمل عن بعد وأكد مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة فضلا عن تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية وتفادي السفار للمناطق الموبوءة خارج الترابة التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى وفي ظل تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية اتخذت وزارة التربية إجراءات احترازية بناء على توصيات اللجنة العلمية وقد أوضح وزير التربية فتح السلوتي خلال ندوة صحفية اليوم أنه إلى حد أمس تم أغلاق 134 قسما من بين 87 ألف قسم فيما تم أغلاق 23 مدرسة وشدد الوزير على أن الإطار التربوي غير الملقح لن يسمح له بدخول المؤسسات التربوية ما لم يتلقى التطعيم عنا 37 ألف فصل منهم غلقنا حتى للبارح في الليل 134 قسم فقط بالنسبة للمدارس غلقنا 23 مدرسة لحد البارح في الليل على 6130 مدرسة واختيش نغلقه مدرسة تطبيق حرفي للبروتوكول اللي ينص على كونه إذا عنا ثلاثة أقسام في كل واحد منهم أقل حاجة ثلاثة حالات متعدوة راهوا نغلقوا المدرسة بالتباعة أخذينا إجراء أنه لن يسمح الإطار التربوي غير الملقح بالدخول للمؤسسات التربوية ولم يسمح بذلك مع قطع المرات وعنا مؤسسة تربوية كما ذكرت من بكري فيها مجموعة من المدرسات المعلمات وقع بتباعة تعويضهم بنواب لأنهم رفضوا أنه يقع تلقيحهم وبالتالي أحنا هما أحرار لكن صحة تولداتنا وصحة الإطار التربوي هي التي تمرق بل كل شيء وأمام هيمنة المتحور أوميكرون بنسبة 80% على سلالات الأخرى وارتفاع مؤشرات الإصابة بمختلف إجهات الجمهورية ومحافظة نسبة التحليل الإيجابية على نسبة تفوق العشرين بالمئة تسعى وزارة الصحة إلى أن تكون المؤسسات الاستشفائية جاهزة لأي إطار مع إمكانية تركيز أربعة مستشفيات ميدانية إن تطلب الوضع الوبئي ذلك وتعمل الوزارة على حماية الإطارات الطبية وشبهة طبية من خلال تقصي العدوى كما تسعى إلى ترفيع في مخزون الأكسجين وفي آخر تحيين لمستجدات الوضع الوبئي في تونس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 وفات وأربعة ألاف وثمانمائة وستة وخمسين تحليلا إيجابيا مؤشرات تصفها اللجنة العلمية بالخطيرة وتستوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتلقيحة خاصة في ذل العدوى السريعة لمتحول أوميكرون ارتفاع مفزح في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لتسجل لأول مرة منذ بداية الموجة الجديدة للوباء 11 حالة وتضعفت نسبة الحالات الإيجابية لتتجاوز الـ 24% مع تسايد عدد المقيمين في المستشفيات وخاصة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة مؤشرات يبدو أنها خطيرة وتعلن سيطرة المتحول أوميكرون على دلتا وفق الناتقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا جليلة من خليل بالنسبة للوضع الوبائي طويل أوميكرون هو اللي قاعد ياخد في البلاسة بالنسبة للدلتا قاعد بشوية بشوية يعني أنتها ياخد في مكان دلتا عنا انتشار مع ارتفاع عدد الحالات الإيجابية طويل وتود انسيدون سمتعنا مية واربعة وثمانين فاصل خمسة يظهر لي على مئة ألف سيكن حاجة معنتها فاقت خمسين هي على ها مئة ألف سيكن اللي هو لسوي عنا عدد الأشخاص اللي قاعدين يرقدوا في المستشفيات قاعد يرتفع نوك هذي الكل والأكثر هما سيء أشخاص مهم الشراء هم ملاقحين وإلا ما يخذين جرعة واحدة ومستكملوا شتلقي حمتاحهم نوك هذي بالنسبة للوبائية الوبائية وضع وصف بالدقيق والحرج مع الدخول في موجة وبائية جديدة يمكن الحد من خطورتها في سورة التشديد في الالتزام بالبرتوكولات الصحية والإقبال المكثف على التلقيح وفق رئيس قسم الاستعجال بمستشفى عبد الرحمن مامي رفيق بجدارية عنا طوى بثبات للموجة جديدة وان شاء الله نخرج منها سلامات كيفاش نخرج منها سلامات؟ يلزم نحافظوا خاصة على الناس الكبار في العمر اللي أكثر من الخمسين سامحوني والناس اللي عندهم أمراض مزمنة هذوكم لابد باش يستوفيوا التلقيح متاحهم ولابد الباقي الناس إن كانوا في المدارس وإلا في المعاهد وإلا في الكليات ولا في العمل ولا في وسائل النقل باش يحترموا البرتوكولات البسيطة اللي هي لبس كمامة واللي هي تباعت خاصة في الفضاءات المغلقة واحترام البرتوكولات الصحية بيت اليوم أمر ضروري خاصة في المقاهي في المطاعم باش منوصلوش إلى حد أخذ إجراءات اللي ربما تحد من رزق العبادة ذوما إن كانوا صناع صغيرين وإلا إن كانوا أصحاب المتاجرين هذا وقد اتخذ الوضع الوبائي منحاً تصعودياً وفق آخر تحيين لوزارة الصحة ما يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لتفادي موجة حادة قد ترهيق المرفق الصحي نفذ عدد من الأساتذة النواب قادمين من مختلف جهات البلاد تحركاً احتجاجياً أمام وزارة التربية كانت دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب للمطالبة بتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات المالية توافد عدد من الأساتذة النواب من مختلف جهات البلاد لشارع باب ابنه تمام مقر وزارة التربية في حراك احتجاجي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب وذلك بعد قيامهم بسلسلة من التحركات الاحتجاجية تمثلت أساساً في حجب الأعداد عن التلميذ ومقاطعة مجالس الأقزام ورسالتهم المطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وصرف المستحقات المالية لفائدتهم تنزيل مستحقات الأساتذة النواب حالاً تنزيل مستحقات الأساتذة النواب ثم التسوية والحسم في ملف الأساتذة النواب نحن اليوم نقوم بخطوات تسعيدية ومانيش مش ناجع نقريه إلا باتفاقية رسمية تنص على انتدابنا ثم إنه فما زملاء معناها خدموا ونازلوا من أجل هذا الملف لكن اليوم يتم إقصائهم أين اليوم نعرجع النقطة هذه فما الزملاء اليوم تم إقصائهم نقطة استفهام كبيرة بالنسبة لوزير التربية فتحي السلاوتي يقولون أنه تم صرف المستحقات المالية لفائدة الأساتذة النواب ولكن مسألة الانتداب وتسوية وضعياتهم المهنية تظل مرتبطة بما ستقول إليه المفاوضات بين الطرف النقبي ووزارة الإشرف بالنسبة للخلاص بشي تم بشي تم بشي تم ديجا تحويل المبالغ للمندوبيات وبشيقع خلاصهم إن شاء الله قبل 15 في الشهر رضي السناء اللي نجموه أنه مثلا ماشي انتدابات مبرمجة ما عدا خريجي الإجازة التطبيقية والألف اللي وقع الاتفاق مع الاتفاق فيهم بالنسبة للثانوي ويذكروا أن وزارة الإشراف والطرف النقبي عن الأساتذة النواب قد توصل إلى اتفاق منذ جوان الفارد يقضي بتسوية وضعية ألف أستاذ نائم من مجموعة 6500 شخص من مختلف جهات البلاد العديد من الإشكالات ما تزال تمثل عائقا أمام باعث المشاريع في تونس في روبرتاج التالي نقف على مدى قيمة وأهمية هذه المشاريع من جهة ومدى حجم السعوبات التي تعترضها من جهة أخرى وذلك من خلال نموذج من سيدي بوزيد لمشروع في مجال صناعة قنوات الرأي ورسكلة البلاستيك صناعة قنوات الرأي إلى جانب رسكلة البلاستيك مشروع بعثه كمال السلطاني منذ أربع سنوات بكلفة نهازت ثلاثمائة ألف دينار مشروع لقى نجاحا وتمكن محدثه من كسب أسواق ومثله مثل كل بعث شاب فقد كان يطمح لتطوير مشروعه طموح حدثه عدة مشاكل أصب على وجه الكراه خاما بيش يحاول منطقة صناعية ويعمل لوكال بيسمو بيش ينقص المنطقة الصناعية يزمك توسع توسع دي تطلب دراسة مشروعه تطلب تمويل تمويل نحن اليوم نعينيه مع البنوك أول نيطلب عليك في البنوك يطلبه معناها الضمانات عندك شرهنية في حين أنه بروموتير معناها مزاك يحط ساقه في الدنيا من الجمشي معناها يعطي رهنية تفوق 200-300 ألف دينا خطر أقل لوكال معناها بيش تبنيه ما قلش من 500 ألف دينا تمكين البعثين الشبان من مقاسم بالمناطق الصناعية هو مطلبه كمال السلطاني لو كانت دولة فكرت أن يتحذر في المقاسم اللي حضرتهم في بعض المناطق الصناعية تحذر دي لوكال معناها للكراء معناها تنجم تفرط فيهم بعد مدة ومقابل معين هي أفضل للبروموتير دولة تساعد البروموتير يعني البنوك ما يساعدوش وقت يتنجم النسبي معناها يحقق نجاح البروموتير إلى الوكالة العقارية الصناعية توجه بمطلب للحصول على مقسم غير أن طول الإجراءات الإدارية تزيد من الصعوبات التي يواجهها رأى ديجال وكالة العقارية في إعداد مشروع قانون يعني يسعى ويسهل للباعثين الشبان للانتصاب بالمناطق الصناعية عبر الكراء أو عبر الشراء وذلك بمساحاتهم محددة وبأسعار تفاضلية إلا أن هذا القانون بالطبع ما زال في تشاور مع سلطة الإشراف ومع جميع الهياكل المدخلة وفي انتظار ذلك فإننا نسعى حاليا إلى إعداد مشروع مرسوم ليجمع بعض العرقين التي قد تواجهوا وكانت تواجهوا الباعثين ليجمعها كلها ويذلل منها وإن شاء الله المرسومة ذا نحاولوا أنه إن شاء الله يصدر في أقرب الأجيال يشار إلى أن الوكالة أنجزت ثلاث مناطق صناعية بسيدي بوزيد وهي بصدد إنجاز منطقتين بمعتمديتي سيدي بوزيد الغربية وجلمة كما تم برمجة إنجاز منطقتين بمعتمديتي رقاب وبيرلحفي تعتبر سبيتلا واحدة من أشهر المدن الأثرية في تونس خاصة وأنها شهدت عقب العديد من الحضارات ما يجعل العديد من مواقعها ومعالمها تدرج في التراث العالمي وما يؤهل المنطقة أن تكون موقعا سياحيا بامتياز كانت من أحسن المناطق منظرا وأكبرها قطرا وأكثرها مياهنا وأعدلها هواء وأطيبها ثراء هكذا وصفها أبو عبد الله بن محمد الإدريسي مؤسس علم الاجتماع قبل حوالي 900 عام هي سبيتلا مدينة العبادلة القابعة في التاريخ بمعالمها الأثرية التي جعلت من سبيتلا من المواقع الأثرية المميزة بتونس يعطي الاعتبار للسياحة الجبلية والسياحة الغابية والطبيعية والسياحة الأثرية أيضا حاجة مهمة جدا نعتقد أنه بالمنطقة السياحية التي ستتعمل في مدينة تسبيتلا على منتداد 40 كتار وخاصة بعد إدراج الموقع الأثري في لائحة الانتظار لائحة التمهيدية في التراث العالمي اليونسكو ساحة الفرام عابد الكابيتول المنازل القديمة الحمامة الرومانية بقايا أثار معصر الزيت الأرضيات والأحواذ المفروشة والمزينة بلوحات فسيفسائية عكست مجد الحضارات التي مرت من هنا وتركت الأثر شواهد ودلائل تاريخية جعلت سبيتلا باللائحة التمهيدية للتراث العالمي تم إدراج سبيتلا في القائمة التمهيدية للتراث العالمي هي الآن مدرجة في القائمة التمهيدية للتراث العالمي هذه الأرض فيها ما شاء الله هذه البلاد فيها ما شاء الله منطقة القسرين فيها عدد كبير من المثقفين عدد كبير من الجامعين لابد أن يكون اليد في اليد ونشتغل على هذا الملف وكانت سبيتلا ومعالمها الأثرية محور اليوم العالمي الذي نظمته المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بالقسرين تحت عنوان سبيتلا والتراث العالمي هي التنمية الثقافية الصياحية باعتبارها تنمية بديلة لهذه الربوع وباعتبار أن الصعوبة اليوم تكمل في أن الدولة صعيب عليها برشا أنها تحق إنجازات تنموية كبرى على غيران المعامل أو المنشآت الكبرى بالتالي التنمية البديلة هي العمل على السياحة الثقافية في هذه الربوع خاصة أن مدينة سبيتلا تزخر بهذا الموقع الكبير أكثر من 20 كتار مؤمنة ومعناها مدينة كاملة تكون الوحيدة في الجمهورية التي ملامحها واضحة وهي سبيتلا أو صفيتلا واحدة من أهرق المدن الأثرية بولاية ما بين القسرين أو القسرين التي تضم ثلث الأثار الوطنية القسرين التي تعاقبت عليها الحضارات من الحضارة النوميدية إلى البيزنطية إلى الرومانية والإسلامية وهو ما تترجمه المعالم الأثرية بحيدرا أو أوميدرا سيفاس أو سبيبا تلابت والسليوم إضافة لموقع رمجيات كوترماد المكتشف مؤخرا بمعتمدية فسانة والذي يعود بنا إلى ما قبل التاريخ إلى الحضارة القبصية بعد سنتين من الغياب بسبب جائحة كورونا يعود معرض الكتاب بولاية التطوين في نسخة جديدة حملت معها عدة عنوين لآخر الإصدارات تظاهرة ثقافية وكبها عددها من أحباء الكتاب كبارا وصغار على أمل أن تتكرر طوال العام بعنوين جديدة في شتى مجالات المعرفة والعلوم انتلقت فعاليات معرض الكتاب بفضاء المركب الثقافي بمدينة تطوين في نسخة جديدة لهذه التظاهرة الثقافية العائدة بعد احتجاب لسنتين متتاليتين معرض السناء متنوع ثري فيها عنوين جديدة آخر الإصدارات لصدر السناء متنوع بسواء كان للصغار أو الأكبار فيها رواية جديدة آخر الإصدارات في رواية جديدة في مجال التنمية البشرية بطبيعة للصغار كذلك نصيب الأسعار مناسبة للغاية وفهم تخفيضات تخفيضات في الأسعار أكثر من خمسة ألاف عنوان موجه لمختلف الفئات العمرية نالت اهتمام زوار المعرضة وأحباء الكتابة الورقية وأوفياءها موعد دوري ونشتقوله معناها كل عام بفضاء المركبة الثقافية تطوين معرض الكتاب وكل عام بطبيعة يكون خير من السابق برشة عنوين جديدة برشة إصدارات خاصة في الرواية وفي غيرها من الكتب الفرصة هذه القنابة هي باش أجبنا الصغار اليوم يشوفوا في المعرض يتفرجوا من ناحية ومن ناحية أخرى يتمتعوا في الثقافة اللي عندنا في العربية والدينية خاصة اللي أعجبني متوفر اللي كتب موجودة نحب القصص والمطالع والتلوين نعجبني المعرض برشة برشة وشريط برشة كتب وبرشة قصص ورب يزيدونا في الكتب والقصص مدينة في التطاوين تتكرر ليس مرة واحدة في العام ونقول للناس بكل أن موجود برشة عنوين في المعرض ينجموا في أي وقت يجووا لي كنت مفتوعة لذنبتهم من الكامل المعرض في الدورة الجديدة لمعرض الكتاب بمدينة تطاوين احتفاء بالمبدعين التونسيين أولا وتوفير فرص إضافية لأحباء الكتاب للاطلاع على ما آخر ما صدر من نشريات في رياضة فاز المنتخب المالي على المنتخب التونسي بنتيجة هدفنا دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل في ملعب الامبي الكاميرونية ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا لكورات القدم وسجل إبراهيم كوني الهدف الوحيد من ضربة جزا في الدقيقة الثامنة والأربعين وكان وهبي الخزري أضع فرصة إدراك التعادل عندما فشل في تسجيل ضربة جزا في دقيقة السابعة والسبعين وشهدات المباراة سابقة تاريخية عندما أنهىها الحكم سي كازوي قبل انتهاء وقتها الأصلي من هذا وصلنا إلى ختم نشراتنا مشاهدين الكرام شكرا على حسن متابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر